دعني أحكيك على قصة حلوة كنت مرّد في بيتزا 44 ومطعم قديم يعني عمر عشر سنوات وخربت ثلاجة توردتن، خربت ثلاجة، خربت ثلاجة أول مرة يخرع على شيء، وش يسوي؟ كأن أب جديد عند طفل توا أول مرة يمرض من هبل وأكلم المورد، أرسل لي ثلاجة قال ما عندي ثلاجة، لقيت ثلاجة توصلني اليوم بشوي ولا كلمني؟ السواق وقال السواق واكستاني، وقال لي أنا برّة جاء الفرج، وأطلع برّة، ما لقي وين الرجال؟ بشوي ولا كلمني من نفس الرقمه، بس يرد واحد سعودي قال هلا مرحبا، أنت وينك؟ قلت أنا في بيتزا 44، أنت وينك؟ قال أنا في بيتزا هات قلت له حوال، ثلاجة راحت بيتزهد قلت طيب الله خليك لو توصف له، قال أبشر، بس وين المحل؟ قلت له كذا 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 ربع ساعة، قال لي عندي ثلاجة، والسواق، والسعودي، هذا موظف بيتزهد اسمه منصور، الله يكبر بخير موصل لي إياه، قلت شجابك؟ قال أبد، لازم أنا أوصلك إياه قلت له شكرا، المهم تعرفت على هذا منصور، طلع رجال فزعة قلت له تعال، أبي تشتغل معي، قال أبد منصور هذا كان من أسباب نجاحنا صراحة، الله يعطيه العافية كان يعني بشوش عند طاقة عالية وأذكر في أول فرع، بنجي الأول فرع بعدين، أذكر في أول فرع كنا أنا وإياه في المواقف نوزع الفلايرات على الناس، المنيو نعم، على الناس، تعالوا، أذكره يجي ويعزم الناس، تعالوا، تعالوا، بيتزبّراش علي يعني كالفزوع مرة، ويجيب الناس، خسركم هذا في الله لا والله، والله، وبعدين أقول لك شيء، صار منصور هو اللي يروح يفتح لنا الشرقية فروعنا في الشرقية، وبعدين رح يفتح لنا الشرقية، فروعنا في الغربية منصور باقي بالشركة، أو لا طلع؟ لا والله، طلع، إن شاء الله جاء عرض وظيفي كويوس، وراء الله يوفر اشتركوا في القناة